أكد وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي على ضرورة تحسين أداء فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووضع آلية تنسيق عمل تسهم في تصحيح الاختلالات والتجاوزات والحفاظ على المال العام وأعرب العلي خلال اجتماعه بمدير فرع الجهاز بالمحافظة محمد بن بريك عن استعداد السلطة المحلية لتسهيل مهام الجهاز وتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطه واطلع الوكيل على نشاط الجهاز وخطة البرنامج الميداني على المديريات لمراجعة حساباتها والتي تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي